في السياق قال مساعد مدير عام شرطة محافظة التعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط في تصريح لقناة يامان شباب قال إن شرطة المحافظة وجهت عقال الأحياء بمتابعة تنفيذ التوجيهات من قبل ملاك العقارات لضبط المخالفين هناك نحن في مرحلة حرب ومرحلة حصار والرواتب لا تأتي إلا بالخمسة الأشهر تعميم بعدم رفع الإيقارات في هذه الفترة من قبل سطة المحلية ونحن بدورنا وجهنا عقال الحارات بعدم يعني رفع الإيقارات وإخبار ملاك العقارات نتمنى من الأخوة ملاك العقارات أن يتفاعلوا مع هذا الإقارات تفاعلا إيقابيا ونقول لهم نحن في مركب واحد ونحن نعاني جميعا سواء كان ملاك العقارات أو المساجرين اشتركوا في القناة